حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن زيدي بن أسلم عن عطائي بن يسار عن أبي عبد الله الصنع بحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس تطلع بين قرني شيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا كانت في وسط السماء قرنها فإذا دلكت أو قال زالت فارقها فإذا دنت للغروب قرنها فإذا غربت فارقها فلا تصلوا هذه الثلاث ساعات حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا محمد بن مطرف أبو غسن حدثنا زيد بن أسلم عن عطائي بن يسار عن أبي عبد الله الصنع بحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مضمض واستنشق خرت خطاياه من فيه وأنفه ومن غسل وجهه خرجت خطاياه من أشفار عينيه ومن غسل يديه خرجت من أظفاره أو من تحت أظفاره ومن مسح رأسه وأذنيه خرجت خطاياه من رأسه أو شعر أذنيه ومن غسل رجليه خرجت خطاياه من أظفاره أو تحت أظفاره ثم كانت خطاه إلى المسجد نافلة حدثنا حسين بن محمد حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطائي بن يسار عن أبي عبد الله الصنع بحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تمضمض واستنثر خرجت خطاياه خطاياه من أنفه وفمه فذكر معناه حثنا عتاب بن زياد حدثنا عبد الله بن مبارك أخبرنا خالد بن سعيد عن قيس بن أبي حازمين عن الصنع بحي قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبل الصدقة ناقة مسنة فغضب وقال ما هذه فقال يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حاشية الصدقة فسكت حثنا ابن نمير حدثنا الصلط يعني ابن العوام قال حدثني الحارث بن وهب عن أبي عبد الرحمن الصنع بحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزال أمتي في مسكة ما لم يعملوا بثلاث ما لم يؤخروا المغرب بانتظار الأظلام مضاهات اليهود وما لم يؤخروا الفجر امحاق النجوم مضاهات النصرانية وما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها قاق رأت على عبد الرحمن مالك قال وحدثنا اسحاق أخبرني مالك عن زيدي بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنع بحي قال إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه وإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له أثنى سفيان بن عيينة عن إسماعيل أنه سمع قيصا يقول سمعت الصنع بحي الأحمسية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني فراطكم على الحوض وإني مكافر بكم الأمما فلا تقتتلن بعدي حان روح حدثنا مالك زهير بن محمد قال ثنى زيد بن أسلم عن عطائه بن يسار قال سمعت عبد الله الصنع بحي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس تطلع بين قرني شيطان فإذا طلعت قرنها فإذا أرتفعت فارقها ويقارنها حين تستوي فإذا زالت فارقها فصلوا غير هذه الساعات الثلاث حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي عبد الله بحديث الشمس ترجمة نانسي قنقر